ناخد من الأجواء والأحداث سينك ودخول جمهور النادي الآلي خلاص منذ سنة زهرا بدأت الجمهور بإذن الله توافد على أستاذ بورج العرب وفتحت بوابات الإستاذ لدخول الجماهير شريف أولا برحب بيك مساء الخير عليك وتمني الأجواء عندك إزاي ودخول الجماهير إلى أستاذ بورج العرب استعدادا لهذه المباراة لهم زهاب نهائي دوري أبطال إفريقي يا سميني محمد تحقتي لديوفك الكرام تحقتي لكل مشاهدي قانت الأهلي في كل مكان الكل يقول يا رب بإذن الله نهاية أفريقيا النجمة التسعة بإذن الله التأهل لكاس العالم للأندي حلم كل أهلاوي حلم كل مصري النهاردة النادي الأهلي بيلعب بإسم مصري مش بيلعب بإسم النادي الأهلي بإذن الله نحن بإذن الله النهاردة في التسعة مساء بإذن الله على موعد مع النجمة التسعة بإذن الله ويكون التأهل بإذن الله أن نحط أول خطوة بإذن الله من النهاردة يمكن زميل محمد زي ما انت شايف هنا الأجواء يمكن الناس فرحانة الناس بتعبر عن سعادتها يمكن الناس زي ما انت شايفهم يعني جميل الأهلوية عاشقة لنادي الأهلي كتحريسة تكون موجودة من 3-4 ساعات فاتوا جميل الأهلي مش عاوز أقولك اجراءات سهلة جدا في الدخول للمحدش شايف خالص معاناة القصة هنا منظمة لأقصى درجة التوابير الكل بيقدم التذكرة بيتفتش بكل أدب بكل احترام على طول بيكون الإجراءات أسهل مما وبيكون الدخول على طول سالس للمشاهدين سمعني سميل محمد اللي بسمعني معنا كده هيتفات الجماهير والناس بتتغني ازاي بحب الأهل لما تدخل للأستاذ موسيقى شريف شعبان مرسل قناة النادي الآلم من أمام أستاذ برج العرب أشكرك شكرا جزيلا من أمام أستاذ برج العرب وهذه الصورة الحية لجمهور النادي الآلم يستعد لدخول الأستاذ وإن شاء الله يكون يوم تاريخي بإذن الله في هذه المباراة النهائية مباراة الزهاد بين الأهل والترجي 2013-2012-2016-2018 كلها بطلات أفريقية كل بطولة رصفت معنا وتاريخ داخل جمهور النادي الآلي لكن النهاردة بقى 2018 كريم يعني شايف كمان الجزئية هذه المباراة على مدار البطولة بتاريخ النادي الآلي بنشواره قلب الحدث مباراة الأهل والترجي النهاردة برج العرب المنشتات الصحفية العلاوين اللي حابت لتركزوا عليها إيه الأخبار اللي حابيتوا تصدروها ليه القارئ عشان يشوف حالة الفنية في النادي الآلي وهل بيرضوا يعني اهتميتوا بما كتب فيه الصحافة التنسية نقلطوها أيضا كمان للمشاهد أو للقارئ؟ بص في ميزة في الصحافة التنسية عظيمة جدا أن الصحافة التنسية هي مش صحافة متعصبة يعني أو الصحافة بتحاول تصير تعصب الناس لا بالعكس هي صحافة في نهاية بتعمل زي الصحافة بتاعتنا أنها بتحفز فرقتها بشكل كويس بتحفز التراجي بشكل كويس بتحاول بس أقصى حاجة عملتها أنها بتقول التراجي اسأل من الأهلي ليه والسقر حتى لو هو أنا بتفهم عزيزة عمنا ما هو لفظ تقيل شوية ولكن هو لفظ متدارك في الكرة يعني إحنا دائما بنقوله في الكرة أنه اسأل من هزيمتك مش أكتر من كده أنك تحقق الفوز ده اللي التراجي مطلوب منه النهاردة من الصحافة التنسية إحنا كصحافة مصرية بالتأكيد بتحاول تحفز كمان فرقة الأهلي